نتمسك بإطلاق تلك الآية الكريمة لاحتواء القرآن على كل ما في الكون بما فيه ما نحسبه من النقاط ليش يعبر ما نحسبه لأنه يقول أنت تعتبر نقص ولكن أنت لا تفهم لأن كل ما في الكون فهو ما هو فهو كمال وحسن الذي الذي خلق الله خالق كل شيء الذي أحسن كل شيء خلقه أنت تعتبر الشيطان شنو شر ونقص ولكن هو في نظام الإمكان ما هو فلو لم يكن فيه شيطان لكان الكون شنو ناقص هذا الذي يريد أن يصل له السيد الشيء رحمة الله تعالى ولهذا تعبيره ما نحسبه من النقاط وهي نظرية عرفانية واضحة في محلها مولانا أنت من تدخل إلى البيت بيت التواليت وبيت الخلاء لو دعوت أحد إلى بيت الخلاء تضيفت أحد ودعوت وين مولانا بدل إلى أن تضيفه إلى تهيئ له غرفة الاستقبال وين وديته مولانا إلى الحمام مولانا شي يقول مولانا أهاني لو ما ما أهاني فإذا بيت التواليت ومكان الحمام والتواليت هذا كمال له نقص عجل هذا القرآن ما بيه بنفسه وغيرها هاي تفسير نقص له كمال عرفان يقول نقصه هسا الآن دخلت إلى بيت تتشتري البيت يقول لك بابا ترك كل شيء هذا بيه بس حمامه تواليت شنو تشتريه وما تشتريه ها ليش بابا هذا البيت صالوناته غرفة يقول بابا الصحيح إذا قيس هذا المكان إلى الاستقبال نقص ولكن هو ماذا كمال للبيت